السلام عليكم. يوم شاء الله سوف نشرب معكم واحد الفطائر اللي هما تيجوا زوينين خفاف وهشاش ومكونات ديلهم سهلة وهد العجينة انا تنتمد احتفل البيتزا غير هي تنزيد عليها واحد يوغورت من السوس او الحليب مجفاف المقادر اللي غنحتاجو هي واحد المعلقة كبيرة ديل الخميرة ديل الخبز زائد معلقة صغيرة او اقل ديل الزعتر زائد واحد معلقة صغيرة ديل السكار وتنزيد عليهم واحد ربع ليتر الماء دافئ والملح مع القصيرة سوف نحتاجها مع الدقيق سوف نزيد واحد نصف كأس زيت زيت زيتون او خالط ما بين زيت 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 ناباتية ولا يستعمل غير زيت ناباتية يعني نصف كأس تلعنبا هي ثمانين ميلي احنا راني بديت نحط دقيق وغاد نزيد عليهم الملح الدقيق تقريبا واحد ستمائة جرام لحسب الدقيق مهم ستمائة جرام نقدر نزيد عليها او نقص عليها العجين خفيف ما خصوش يكون قاصح بساف احنا راني بديت تناجن من مراها غادي نجمع العجين ديالي وغادي ندروف واحد البلاستيك غدا يرتاح واحد شوية لطون نوجد في الحشوات غادي نستعمل بالنسبة للحشوة الاولى غادي نستعمل فيها حشوة ديال فروماج يعني غادي نحتاج واحد ثلاثة ديال القطع ديال الفروماج سواء المثلث او مربع وغادي نحتاج واحد تقريبا رابعة او مئتين غرام ديال الريكوتا غادي نحتاج هنا اسميته ديال مدخن الى ما كانش قدروا تسعملو كاشر او تسعملو الطون غادي نحتاج كذلك لواحد الجوبن احمر هاداك اضافة وغادي نحتاج واحد مع القاتل جوج مع القديل لمايوناز وغادي نحتاج لواحد جوج الى ثلاثة البيضات مسلوقين هنا راني بديت تنخدم الشوكا او تنمعك بالشوكا هاداك الريكوتا معكتها مع هاداك الجوبن المربع ومثلت زيت عليه طبيعة الحال الجوبن اللي هو احمر اللي عندنا اضافة بعد ذلك زيت ديال مدخن لما كانش قدروا تستعملو الطون او تستغنو عليه وكذلك زيت في الاخير يعني البيض لان البيض اللي غادي تقيت عجن محكوك مسلوق وابخي زيت علي واحد جوج مع القديل المايوناز زيت كذلك شوية الملح لتصحيح الطوق ضروري ما نشوفوا واش خاصنا الملح او لا لا بالنسبة للحوش والتانية راني استعملت هنا يا واحد جوج بصلات مقطع صغار قاق وغادي نزيد عليهم صدور الدجاج يعني شرائح مقطع قيقة سيصار غادي نزيد عليها شوية ديال البزار شوية ديال الملح وغادي نحرك ونخليها الطيب حتى الطيب مزيان عاد نزيد عليها كذلك واحد جوج مع القديل المايوناز او لكانت عندنا حتى لابي شامل نقدروا نزيدوها او لكانت عندنا حتى الجبن اللي هو تكون كريمي نقدروا نزيدوه ونخلطوا هذا الخاليات او خاصو يكون خاليات اللي هو متجانس وارطبي يعني ما يكونش واقف ناشف هنا راني اخديت العجين ديالي راني ادلكتو او او انني قدرتوه بهادك الميدلاك اصرحتوه مزيان كما واضح في الصورة غادي نشد الحوش والأولى هم منع قدر نديروهم بحل يشوصهم ونمددهم كاملين نحطهم وابخي غادي ندوز على الجناب بشوية ديال الماء والشكل الاول غادي نديرو بالفورشت يعني عن صدق الجانوان يبديرون وخاصي نضغط عليهم زيان باش ما تخرش يعني درت الماء وابخي عدا ندوز بالشوكة غادي نبركم زيان يعني باش ما تحلش وبالنسبة للشكل الثاني هنتم غادي تشوفوك غادي ندير ليه وبالنسبة للشكل الثاني هنتم غادي نضغط عليه الجوانب ديالو والعجين تساعدنا لانه العجين رطب وتيجي قطني وشيش وابخي عم قلوه طرف بطرف يعني كما واضح في الصورة وتنبركم مزيان يعني ان هنسان نديروهم بيديا نقدر نحطهم فوق الطاويلة ونبدأ ونخدموهم فهذه الطريقة هاتي هنا ما تيتحلوش نهائيا يعني تقعرف ريشوصهم ديالك ما تريده ما تيتحلوش انا عاودت نفس الطريقة ريب شوية مشتبان كيفاش تنجين جماع نهاجين من الاطراف هنا راني خديت واحد البيضاء وحركتها مع واحد شوية بابريكا واحد شوية ديال الخل باش ما يقاش ريحة وذهنت بها ليشوصون ديالي حتت منهم الخشخاش يعني البابو باش زو وقتهم الشكل الثاني ريش نديت هذك الدوائر وتكيتهم بفوغشت يعني بشوكا ونبادع وشيني وليت التكيت الداخل مزيان باش ما يتنفخوش ليا إذا بغيت ندروا ملا شكل كيش وغادي نعمرهم بذك الحوش والتانية ديال الدجاج يعني مع البصل وغادي ندخلهم بالفران درجة حرارة ميتين مشعول من الفوق ومن تحت حتى يطيبو نحسبهم نضجو وهذا الكيش او هاد الطريقة هادي مع هادو تيجو رطبين ما تيجوش قاسحين بحل لابطة كيش يعني هاد الابطة كلها او هاد الفطائر تيجو رطبين ومفشفشين ما قاسحينش بزاف ما يطيبو هاد الفطائر او هاد الكيش غادي ندلهم واحد شوية الفرماج حمر ونعمر ندخلهم باش يدوب عليهم وهاو موجدو بصحة وراحة اشتركوا في القناة 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 شكرا